بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة أنواع الوقف حيث إننا تعرضنا في المحاضرة الثانية لمصطلحين آخرين هما السكت والقطع وقد انتهينا منهما حيث بينا مواضع السكتات وانتهى الأمر وبينا حكم القطع وانتهى الأمر وإنما نرجع إلى الوقف لنبين أنواعه وما يصح منها وما لا يصح وعندنا أولا الوقف الاضطراري وتعريفه ملاحظ من عنوانه وهو أن يقف مضطرا والوقف الاضطراري يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس حيث لم يستطيع أن يتم قراءته أو عرض له سعال ونحوهما فيضطر للوقوف وهذا حكمه أن المضطر يقف على أي كلمة اضطر إليها فالضرورات كما نعلم تبيح المحظورات ثم إن أراد أن يبدأ بعدهما بعد الوقف هذا الاضطراري فيبدأ بما يصلح المعنى أي إن صح البدء حيث وقف ابتدأ ومشى وإن لم يصح أعاد كلمة أو كلمتين أو ربما جملة أو ربما بداية الآية هذا هو الوقف الاضطراري وانتهينا من حكمه عند هذا الحد النوع الثاني الوقف الانتظاري وتعريفه أن يقف القارئ عند كلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه للقراءات والروايات حيث أن أهل القراءات يعرفون هذا الفن من الوقف يقف عند كلمة من كلمات الآية القرآنية التي فيها خلاف ليعيدها مرة ثانية برواية ثانية أو قراءة ثانية ولنضرب مثالا على ذلك عندما يقرأ الفاتحة مثلا فيقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ملك يوم الدين فشاهدنا كيف وقفنا عند مالك لنعيدها مرة أخرى برواية أخرى ملك يوم الدين وقص على ذلك هذا النوع من الوقف جائز وله طرقه عند أهل الأداء ومثاله كذلك لشعب عندما نقرأ ثم اتخذتم ثم اتخذتم إذن هذا هو الوقف الانتظاري والنوع الثالث من الوقف الوقف الاختباري وتعريفه هو ما يتعلق بالرسم فيفصل الموصول عن بعضه لحاجة التعليم ومعلوم أن هذه القراءة إخلال بالرسم ولكن جاز لضرورة التعليم وحكمه أنه كما قلنا جائز لضرورة التعليم ومثاله في قوله تعالى ومما رزقناهم أو قوله فيما فعلن في أنفسهن فيقرأهن للتعليم ومن ما فيفصل مما إلى من وما ويقرأ فيما في ما فعلن إذن هذا النوع جائز لضرورة التعليم وهو جواب لسؤال يقع من بعض الطلبة أو من بعض طلاب العلم إذن الوقف الاختباري هذا أعطيناه حكما والوقف الانتظاري أعطيناه حكما والوقف الاضطراري أعطيناه حكما وانتهينا من هذه الثلاثة إذن لا بد أن نعود إلى نوع رابع من أنواع الوقف وهو الوقف الاختياري ومعلوم من كلمة الاختياري أنه يقف غير مختبرا طلابه ولا منتظرا رواية أخرى ولا مضطرا وسنفصل الكلام فيه بالمحاضرة الرابعة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر